الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدينًا مبعد قال الحافظ النوي رحمه الله تعالى في آخر باب فضل جوع وخشنة العيش قال وعن أنس رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سلمة قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفًا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخذت خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه ثم جسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لأنس أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال ألي الطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا أو ثمانون متفق عليه وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيئها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها وفي رواية فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا يعي تركوا فضلا وفي رواية ثم أفضل ما بلغوا جيرانهم وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابه وقد عصب بطنه بعصابه فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى بطلحة وهو زوج أم سليم بتملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل البطلحة على أمي فقال هل من شيء قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم وذكر تمام الحديث وهذا الحديث فيه من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يحسون ما يحس به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر علينا في حديث جابر الذي قبل هذا أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل في الخندق قد عصب بطنه بحجارة من الجوع فسأدن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى زوجته وقال لها هل عندك من شيء قالت عندي شعير صاعم شعير وعناق داج في البيت فأدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وادعو معه رجل رجلاً أو رجلين حتى يكفيهم هذا الطعام فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دع المهاجرين والأنصار الذين كانوا معه في غزوة الخندق فذهبوا وكانوا ألف رجل وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فبارك الله في الطعام فأكلوا جميعاً حتى شبعوا وبقي من الطعام كما كان في أوله وفي قصة جابر مع زوجته أن زوجة جابر رضي الله عنهما عندما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمهاجرين والأنصار قامت تسب زوجها يعني تلومه لأن هذا الطعام لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار فخشية تحرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في هذه القصة قصة أم سليم كانت أفقه فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمن معه من الصحابة قالت الله ورسوله أعلم ولم تنكر على أنس ابنها أو على زوجها أبي طلح وإنما قالت الله رسوله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الطعام الذي عندها علم أنه طعام قليل ومع ذلك دعا من معه من الصحابة فهو أعلم بالحال الذي سيكون فقالت الله ورسوله أعلم فهذه قصة هي قصة أخرى قصة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يعصب بطنه من الجوع وهذا يدل على الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصبر عليها والحال التي كان عليها الصحابة وصبروا عليها ففي قصة جابر المطر التي مرت علينا عندما ذهب إلى بيته لم يجد إلا صاعا من شعير وعناقا داجا في البيت وفي هذه القصة قصة أم سليم فلم تجد في بيتها إلا خبزا وفتتته ثم وضعت عليه عكة من أجل أن تدمه فهذا الحال التي كان عليها الصحابة ومع ذلك صبروا وجاهدوا ونصروا دين الله سبحانه وتعالى فلم يردهم هذا الجوع أو هذه الحالة العصيبة عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى وهنا من الفوائد أن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع الجوع له صوت يعرف يعرفه من يعرف الجوع من يعرف الجوع يعرف صوت الجوع فأبو طلحة رضي الله عنه علم صوت الجوع في صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ذلك ذهب إلى زوجته أم سليم وقال له هل عندك من شيء فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ولفت هذا الخبز ثم أعطته أبو طلحة أو أعطته أنس ثم أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس أرسلك أبو طلحة كأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف لماذا ذهب أبو طلحة من عنده من أجل أن يأتيه بطعام فقال أرسلك أبو طلحة قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألي الطعام يعني من أجل الطعام فقال نعم فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة الذين معه قوموا فقاموا وانطلقوا وكان معهم أنس رضي الله عنه وأرضاه حتى جاءوا أبا طلحة وأبو طلحة هو زوج أم سليم وأم سليم و أم أنس أنس بن مالك رضي الله عنه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هرب أبوه كافرا مشركا ومات على الشرك والكفر فتزوج أبو طلحة أم سليم فصار أنس رضي الله عنه ربيبا عند أبي طلحة رضي الله عنهم جميعا قال حتى جئت أبو طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء الرسول بالناس يعني هم كانوا يريدون الرسول فقط لأن هذا الطعام قليل فقال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فهنا قول أم سليم رضي الله عنها وفقهها رضي الله عنه وأرضاه فقالت الله ورسوله أعلم عندما قال لها أبو طلحة وليس عندنا ما نطعمهم قالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فأقبل الرسول معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أم ما عندك هي أم سليم يعني طلب منها الطعام فأدت بالطعام فدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات ما شاء الله أن يدعو بها وأن يقول بها فبارك الله عز وجل في هذا الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم دخل عشرة إلى أن تم إلى ثمانين رجلا أكلوا وشبعوا من هذا الطعام وبقي من الطعام سعراً أي بقي منه فضلاً حتى أنهم أهدوا الجيران من هذا الطعام القليل وهذا كله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زوجة جاب رضي الله عنها أنه بصق فيه وبارك الله فيه وهنا دعا وبارك الله فيه وهذه كلها آيات للنبي صلى الله عليه وسلم فبصاقه وعرقه وعرقه وشعره كله مبارك صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الصحابة يتبركون بمفصل من جسده وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي أحد بعد الرسول يبصق في طعام أو يبصق في شراب ويقول أنا شخص مبارك لا هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يفعل هذا بعد الرسول لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة ولا التابعون لأنهم يعلمون أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فبارك الله عز وجل في هذا الطعام فأكل منه الصحابة كلهم وكانوا ثمانين رجلا وبقي منه سؤرا أهدي إلى الجرام وإما يستفاد من هذا الحديث ونختم به أنس رضي الله عنه في هذا الحديث قال لأبي طلحة وهو زوج أمه وهو زوج أمه أم سليم قال له يا أبته أبو طلحة ليس والدا لأنس وإنما هو زوج أمه يعني أنس رضي الله عنه ربيب عند أبي طلحة ومع ذلك قال له يا أبته فدل هذا على أنه يجوز أن يقول الرجل لزوج أمه يا أبي أو يا عمي أو أن تقول الزوجة لأم الزوج يا أمي ولوالده يا أبي كل هذا واسع بعض العلماء يمنع من هذا ولكن الصواب أنه يجوز لأن هذا ليس على سبيل الحقيقة وإنما يقال على سبيب الاحترام والتقدير كما قال أنس لأبي طلحة يا أبته وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان منكرا لأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قال قال الرسول ليس عنده قال إنه يوحى إليه ولو كان منكرا لأوحى الله إليه أن هذا منكر وأيضاً جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة يا بني فقد قال لعمر بن سلم رضي الله عنه وارضاه وكان ربيباً عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له أدن يا بني قال له أدن يا بني فسماه وناداه يا بني وأيضاً قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني وهذا منذب الرحمة والشفقة والتودد والتلطف وليس على سبيل الحقيقة فدل هذا على أنه يجوز أن يقال مثل هذه العبارات سواء أن تقوله الزوجة لأم زوجها أو لوالد زوجها أو يقول الزوج لأم زوجته أو لوالد زوجته أو يقوله الإنسان لكبير السن أو يقول لمن هو أصغر منه يا بني كل هذا يجوز لأنه على سبيل الاحترام أو التودد أو الرحمة والشفقة وليس على سبيل الحقيقة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين